السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكويزين فاميلي اليوم ان شاء الله غدا نشارك معكم رفيسة بالمسمن ان شاء الله وغدا نشارك معكم كذلك حتى المساخن طريقة ديالي في تحضير المساخن فيتشاركت معكم تريد اليوم ان شاء الله غنوجدوا رفيسة صحية 100% مكدلكم لا انتفاخ لوالو عمرة بالحديد اتمنى ان شاء الله تربوها وترضو علي الخبار وبسم الله على بركة الله بنسبة الاخوات اللي سولوني على دجاج للبنات اللي سكني فرنسا وسولوا على دجاج مني تنشري خاصة المكتوش كتشيروه بزاف كينا هدلا بوشخي اسميسها بوشخي ليجويمو كينا في باري وكتصيفت الجميع المدن يعني كيوصل ليكم دجاج حتى الدار بلدي يعني بلدي ديال هنرا يعني مع مرما غدا يكون بحد ديال البلاد وكيوصل لها انتوما كيشفتوا راهم شاوين نحتدك الدك الشعيرات اللي تيكونوا في الدجاج يعني كوصل النقي سفي ضروري تغسلوه وتترقدوه يعني في الملحة والبرتقال والحامض يعني الطريقة فيتت شاركت معكم الطريقة ديالي يعني كل سيدة والطريقة ديالها بالنسبة للشارمولا عندي واحد لكركوبا ديالتوما عندي واحد خديته واحد لانا كتعجبني ندير فيها شوية الحار نرتليها واحد نزيود صغيور ديال الحار خديت زوج ديال البصلات مطحونين يعني البنتلي متبعين مش حال يديركم معارفين دايما مني كان دير الدجاج كانت تحنب بصلابش كانت تقلينا المراق بالنسبة للتوابيل استعملت البزار الأسود هنا استعملت تقريبا شي ملعقة صغيرة وورا ديال البزار البيض الأسود عفوان البيض غنستعملوا من بعد وبالنسبة للزنجبيل استعملوا حتى لثلاثة المعالق لانا دجاج كاي بغيز زنجبيل استعملت اللي هو سكنجبير استعملت الزعفران الحر يعني شعيرات ديال الزعفران الحر اللي غنستعملهم في اللول وغنستعملهم في الأخر ان شاء الله وهنا أنا عادة ما كنديرش قصبر يابس ولكين غنستعملوا اليوم لانا كندير واحد لقبيطة في هذا النوع هذا دير رفيسة كندير واحد لقبيطة ديال القصبر والمعدنوس في الأخير يعطوني الماداق وبما ان ما عنديش باس استعملت القصبر يابس واستعملت هنا الخارقوم البلدي تقريبا حتى وشي ثلاثة ديال معالق صغار والملحارة كتبقى على حسب الطوق على كلين هاد النوع دير رفيسة كنديروا فيه توابيل لانا كنديروا فيه المرق ماشي بحال تريد ما تنديروش المرق بزيال هنا بالنسبة للتوابيل غنقسمهم على زوج نص غنستعملوه دابا ونص غنستعملوه في الأخير عندي هنا البزر البيض وغنزيد عليه هنيا الهيل وكيف شفته الهيل خضيت لي غردو كل حبيبيت اللي كنين للداخل وتخلصت من الغشة ديالو وهنا بالنسبة للبسي بسارة شي معالقة كبيرة عامرة يعني كنناخدو القشرة ديال جوزات الطيب وهنا كنزيد الزنجابيل وكنزيد شوية ديال الزعفران الحر صفي وغدا ندق كل شي هاتشي بالنسبة للأخوات اللي بغيتو راتقدروا تستعملو الحلبة إلا كانت شي أخت حاملة مخصاش تستعمل الحلبة إلا ما كانش مشكل يعني ممكن تستعملوها كيف كنشوفو من بعد ما طحنت هاد تقيتهم يعني بيشتبقى المضاق ديال توابي المجهد غا ناخد واحد زوج مع القاسولة تلاتة ديال هاد توابي هادي مع مع القاديل السمن وغدا نخلي هاد القريعة حتى الاخير وعد غا ننضيفه باش كتبقى قليل مضاق ديال ها مجهد ووزوين في رفيسة يعني ضروري التوابيل في هذه الرفيسة لأنه كن كتبغي تسقى هاد رفيسة ماشي بحال تريد يعني كي خاصة نحن مجدينها بالدقيق الكامل يعني الدقيق ديال الزرع كي بغي تسقى مزيان صافي كندير كيمياء كنزيدها فاديكستنسا وغدا نزيد هنيا وحد المع القاديل السمن غنضيرها في اللول وكيف شتورة نخلي تحت الاخير كنشارم الدجاج ديالي مزيان كنعقدو صافي هاد يعني هاد المرحلة رفيسة تشاركت معاكم مش حال من مرة كننحلو من الداخل دخلي مزيان شرمو لا يعني بشي شي جاج بنين وكنخليه ضروري 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 يشرب لنا هالتوابيل ساعة ساعتين ثلاثة سواية اربعة خمسة ستا سبعة حتى يشرب مزيان وهنا غدا ندوز هنا تقربا عندي واحد الكيلو اربع ديالتقيق القمح الكامين يعني الصلب هاد الزرع ديالبلاد يعني كنغربلو كنخلي انه خالة رقيقة هاد الزرع مسمد كنزيد هنا شوية ديال تقريبا عندي نسكيلو ديال الفارينة مغربلة وكنخلط الكل كيف شتور استعملت كمية كبيرة ديال الرفيسة غن دير هنا السمن معلقة صغيرة ديال السمن باش غن نسم هاد الخبزي جي بنين يعني هاد المسمن اللي بالخميرة البلدية والخميرة البلدية والزرع كندير هنا شوية ديال كوركم يعني هاد المرحلة اختيارية ما بغيتوش ما تستعملوش هاد توابي هنا عندي را خديت شوية من توابي اللي كنت استعملت قديله وزد تعليم شوية الزعفران وشوية مليحة وزدت دقيتهم واحد شوية في المهرز وزدتم هنا هاد شي كله ماشي ضروري يعني اختياري احنا في هاد الرفيسة انا كتقلب على الماضاق يعني صحية وجه الماضاق ديال هزوين بزاف بالنسبة الخميرة البلدية حول ما امكان انا كن استعملوه يعني كبية كبيرة في هاد البرد يعني عندنا الحق استعملوه كيمية كبيرة باش كتتهضم لينا يعني استعملوه متلا في كيلو ونص متلا ديال بقيق استعملوه احتى استسبعات المعالق ديال خميرة البلدية بالنسبة للماء هدا يعني اختياري لابغيتو غير طيبو الماء لما ديال الروبيني طيبوه خليو يبرد وعجنو به انا كن عجن رفيسة بالماء ديال القرعة يعني باش كتبقى معديني باش كتبقى ولا اللوت سوخس باش مكي يجيش الماضاق ديال كلور في هاد العجينة هايدي إلا لكان عندكم فيلدخي مع جنوبه مش مشكله كان فيلدخي كي اللي عندو الفيلدخ في الضاع انا ما كنستعمش بالمرة المادين روبيني سافي قدرت الماء شوية الماء وشوية زيد الزيتون خليتها ترتاح يعني ضروري تخلي وترتاح واحد ساعة او ساعتين باش جيكم سهلة لانها مصوبة بالزرع والزرع كي بغير تح باش يجيكم سهلة وما تقاش تقطع لكم الزفح وخد تقطع في صراحة مماشي مشكل لان نحنا ديرين بها غير رفيسة وغنديروا المسمن وخيجي يعويج وخيجي ماشي مشكل اهنا باش نسهل على الاخوات اللي يعني لابتو توجدوها راسيه لبها الطريقة مكتجيش صعيبة يعني شي مراي اللي وجدتو المسمن ووجدوه بكمية كبيرة مشي ضروري تديروا فيه توابي وخليوا منو باش تديروا به الرفيسة اللي تشهت الرفيسة توجدها بحلقة صافيه هنا كيفش طولاني ندرت يعني كل مسمنا يا مسمنا يعني كباري كبيرين شوية باش كنصر بيضغيا يعني مشي ضروري غدا نتولوه بزاف لان غير غير دي اللي نستعملوه غير رفيسة هنا كنصرح مزيان كيفش طولع جيناخ اللي ترتاحت جتني سهلة ومن بعد غراشها فيه من تقيق وغدا ندهنها بزيد زيتون بالنسبة التقيق انا مشي ضروري صراحه ميكي اه منقنو جدوه بحل هاد الرفيسة لكتدير بالمسمى مشي ضروري أن رنشوها بتقيق قدرون خليوا هكدة انا رشيتها بجي مفرقة مزيام يعني جي يعني جي كل يعني جي مورق وبعد المناطق هاد المسمى هاد يسميه المفروق صافي اهنا يكن ندهن بالنسبة لأخوات اللي كي سودوني مني كن جيب هاد المعلومات على الطبخ المغربي اللي بغيتورا كين الشاف الهواري في فيسبوك دائما كينشور منشورات لا فيكم ما يقرأ تقرأوا على يعني باش تعلمو كينين بزاف ديل اطباق مغربية مختلفة يعني الطبخ المغربي يعني متنوع كين بزاف زاف زاف ديل انواع يعني ديل الرفيسة ديل تريد ديل تواجن ديل ما شاء الله صافي هنا طريقة باش غدا نوجد هاد المسمن هادا يعني ساهلا يعني ممكن توجدو بعض المسمن معمر بالطريقة حالي لو وجدوه بالطريقة اللي بغيتو صافي كان عاوني نسرح مزيان وغان دهن مازال شوية بزيت زيتون ان شاء الله نتقرأ لها زيت زيتون لانا نسمى مصيب زيت زيتون ان شاء الله لا تجيش تقيلة بزاف وكتكهم هك درجة خفيفة مجرش كتكهم صافي انتم انا كن طويب هاد طريقة هذي بشي جيني مورق صافي كان وجد غير شاربعة مع العجينة ارتاحة شاربعة دي المسمنة وكنش على المقلة وكنضن طيب صافي ان شاء الله طريقة دي التحضير دي المساخن صافي هنا من المنزل نشارك معكم ان شاء الله الطريقة دي التحضير دي المساخن صافي هنا من بعد ما سرحتو غنضن طيبو انا غنطيبو على هاد الورق لانا كنستعملوا هاد المقلات كهربائية اا قدامت عندي لانا المقالي اللي كان شري وخدي القغانيت وخدي الغرتي قدامو كيبدو تشارطو تنرميهم ما كنخليهم صافي انتم كيف كتشوفو يعني كيف العادة كننزلو المسمنة وكنقام قلبو فيها صافي تكي تبدأ تنفخ انتم مشوتو اكي بدي تنفخ صافي كمقام قلبو باستمرار رضغية دغية يوجد بها الطريقة هادي وهاد المسمن هادا تقدرو تديرو بيناتهم الورق وتجمعوه وتديرو في الكنجيلاتور ومن يتبغو توجدو رفيسة ديالكم تجبدوه وإلا ممكن تفرقو يعني تقطعوه وعد دخلوه للمجمد ممتان نهار اللي تبغو توجدو رفيسة عد تجبدوه وتوجدو المرق وممكن تسخنوه غير في الفران بحل اليوم انا مستعملش هاد النهار هادا مستعملش بالمرة يعني البرما والكسكاس يعني استعملت غير غدا نسخنو غير في الفران من اللي غنبغين هاد المسمن هادا وجدو لقبل ومن اللي غنبغين نستعملو هادا ندخلو الفران يسخن درجة الحرارة مية وستين ما تتعليوش درجة الحرارة الحرارة بغينا وشي يكرم بغينا غير يسخن صافي وكن نزله في الطبق والتوابل اللي درت في العجينة في العجينة في الحجين انا ماشي ضرورية يعني ممكن ما تتخليو غير بيض صافي هنا تجاج من بعد ما شرب مزيان يعني التوابل غنبغين نديرو ده باي طيب يكون شرب مزيان هادا شرمو له هادي وغدا نشعل عليه البوطة على نار هادي انا بدو دايما على نار هادي اه ونخليو انا غدا نبقى نقلبو على الظهر على الجنيبات باش كي يقبط اللون اولا وثانيا حتى الدجاجة كتقبط في راسها يعني بها الطريقة هدي امام لي كنجهدو عليه البوطة من اللي ولا راه كي بقيت يعني ذاك الجلدة كلها كتطيرو كي يعني كيقولي مشتت من الاحسن انكم تنقصو عليه البوطة اولا كي يجي بنيين تانيا كي قبط في راسه شفتو انا نقص عليه البوطة غنجي نقطع ونخليها تشحر ونجي نقطع البصلة خليوه انا كنخلي هاد الجاج البلدي كي ياخد الوقت في الطيب يعني ما تيطيبش بسرعة كنخليه تشحر وكنجي نقطع البصلة هنا غنال البصلة انا اختاريت هادي ماشي اختاري ماشي ضروري يعني ممكن تديرو كل شي في مرة انا اختاريت هنا انشحرها شوية في الطين باش تطلق لي مدق ديال الطين وكتجي بنينها هادا كدرت ليها الملحة وشوية ديزيد البلديا ودرتها طيب على نار هادي اه كتطلق المديا لها ما يعني ما كتوصلش لدرجة الحرارة بالمرة لمية ما كتوصلش لمية انا رفيتها عابرة يعني انا مني كدقال لي المعلومة خصني نتأكد كيف شفتوه هنا يا لما زيت تغير شوية ما غنزيدش بزيف يعني احتاجها بليا الجاج ونزوله وعاد نزيد الماء لان هاد الرفيسة ديالليوما كتبغي تسقها مزيان بسم الله على بركة الله هذا بغدا نوجدو ان شاء الله المساخن كنحتاجو الملعقة كبيرة ديال الكروية كروية كتكون على هاد الشكل هنا عندنا نصف ملعقة ديال القوزة الصحراوية حتى هي يرى النوع من انواع الفلفل يعني كتكون حارة لما دق ديالها حار هنا عندنا نصف ملعقة ديال الكبابة كيكون عندها يعني بحلم سيمير كتكون يعني بزيف ديالاخوات اللي كيخلطوها مع النويورة وهنا النويورة كتكون على هاد الشكل وهنا هادك دهار الفلفل حتى هو نوع من البوافغ يعني البوافغولون وبالنسبة النويورة راهية البوافغ دو جامايك هدي القرفة خلاص وهدا الفلفل الحار فهنا عندي البزار الاخضر اللي ماشي ضروري هنا عندي واحد نصف ملعقة ديال الحبرشاد ونصف ملعقة ديال السانوج هنا عندي خمسة ديال الحبات ديال القرنفل وهنا عندي البزار البيض مخلط مع البزار الاسود احتى وما نصف ملعقة وهنا عندي الزعفران الحر وهنا عندنا ثلاثة ديال الوريدات الورد البلديك يكون ممر مخصناش نكتروه وهنا عندنا خونجلان شهتو يعني جوج ديال هذا هذا عويدات وعندنا سكنجبير لي ما عندي مطحون يعني عندي طحنتو كامل وعندي هنا الهيل تهوت قريبا زوج معالق صغار لي عامرين وعندنا هنا الحلبة زوج معالق كبار وعندنا الكوركم حتى هو خس يكون جوز معالق كبار هنا عندنا زوج معالق كبار ديال بسيفسا كتعطيه واحد المادة قزوين وعندنا وريقات ديال الرند او الغار وعندنا زوج معالق كبار ديال القصبر يابس دابا بالنسبة للطحين ضروري غدر نهرمشو شوية عادو بالمهراز الخرقوم البلدي لكان عندكم تسكن جبير حتى هو الخنجلان حتى هو رقاصح على كان نهرمشوهم واحد شوية ومن بعد مني كان بغو نطحنو ما انا كيفاش كندير كان ناخد شوية من هادو اللي قاصحين الكوركم وخنجلان وكان زيد معاه التوابل كين التوابل اللي فيها الزيت كين التوابل اللي كتكون ناشفة هاكدا باش كي تطحنو يعني كي ساعدو بعضياتهم كي تطحنو بطريقة سهلة يعني ما كيتهرش لكم الرغبة بهالطريقة كيفش فطورا ني تحنتو نغير بالطحانة ديال القهوة ومن بعد را غدا نغربلهم وكان بقا نغربل 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 حتى كيبقى غير دوك العويدة في الأخر بالنسبة اللي ناقصين في هاد المقادير هي الباديان كنت نسيتو في صراحة والحبة حلاوة والنافع انا غنكتب لكم ان شاء الله هالمقادير هنا في هاد المساخن هادا كان اعتمد على يعني بغيت مساخن يكونوا بنانين يعني يكونوا لدادين ماشين مارين إلا انتو ما بغيتو مساخن يعني يعني لدوه وبغيتو زجدو فيهم الزعتر فليو كيلي كيدا لهم هاد الشي ولكن مليكا نزيدو هاد الشي مكاقدروش نديروهم في أي طابق يعني كيوليو مرين وكيوليو ما هادو هادو راح كيجوزوين يعني كل يعني كل يعني كل يعني بالنسبة المقادير يعني مختارين بعناية وعن تجريبة هنخليهم ليكم ان شاء الله مضبوطين في اسفل هاد الفيديو هنكتبهم ليكم بإذن الله طافي من بعد كان طحنوهم إلى كانوا عندكم ممدوزينهم شوفوا الفران حولوا ما امكن انكم ندخلوهم في فران هو طافي يعني تغسلوهم ودخلوهم فران هو طافي عد طحنوهم وكيد نروري تأكدو بإنهو منشفو ليكم يعني هاير كيد نشفوهم دا كل ما اللي غسلتو صافي هنا بالنسبة للجاج صافي طاب غدا نزولو دابا بتوكي بقا قابط راسو لأنه في اللول شحرناهم زيان وعلى نار هادئة هنا المقطع دي البصلة اسمحوا لي اتمحالية مشيت محالية دابا أنا ورقت على الكاميرا ما ورقتش مزيين مني جيت نشوف قاية راسي ما صورتش يعني أنا البصلة لي شحرت في الطين زيتها في الأخر باش كتطلق لنا الماضاق في المراق وزيت ذاك التوابي اللي خليت في الأول داباعد غنزيد اللماء وغدا نزيد شوية ديال الحار وكتدوقوا تشوفوا لخاص الملح كتتزيدوا الملحة مهم كتقدوم زيان الماضاق لأنه هاد النوع دي رفيسك كيبغي تسقى مزيان يعني ماشي بحال تريد تريد رما كيتسقاش مزيان يعني عير شوية كنحطوا المرقة لأنه كيكون رقيق يعني يقدر يتعجن هنا العدس صارني بيتو ليلة كاملة في الماء تخلصت من الماء باش كنتخلصوا من يعني الكابيحات ديال الماء عادين كنتخلصوا من الأسيد فيتيك اللي كيكون فيه من بعد غدر ناخد المراق ونزيدو في العدس غير كي طيب العدس وحتى كيبقى قابط راسوم اللي كتبيتوه ليلة كاملة ولا سعتين من الثلاثة سوعة كيبقى قابط راسوم كي تشتتش ليكم صافي هنا كنهزد المراق كي طيب ملي كي طيب العدس كنعود نصفي ذاك المراق وكنزيدو في الطنجرة باش هو كيزيد ذاك العدس كي تلقى يعني كي تقلينا المراق صافي هنا اخديت شوية ديال المرقة وزدت فيها شوية ديال السمن وغدا نسقي بيها دجاج وغدا ندخلوه يتحمر غير شوية يعني في آخر لحظة خمسة دقيقة هكذاك لما بغيتوش تحمروه ماشي مشكل قليوه غير شوية ماشي قليوه يعني بالزيت يعني قليوه بالمعنى المغريبي يعني لانا تقلي بالمغربية هي انكيك تخلي متلا شوية ديال البصلة وتقلي فيها دجاج فدك البصيلة ماشي تقلي في الزيت صافي هنايا بالنسبة للمسمن انا دخلته سخنته في الفران فران درجة ديال الحرارة ديال تكون منخفضة يعني 160 مدفوتوهاش ماشي ميكر مشليكم من بعد طريقة ديال باش كنسقي كان نحاول ما امكان انا نسقي هكذا عشوائيا يعني في اللول باش يجي مسقي مزيان عاد كنقادو عاد كندي اللي ديك سقوة ثانيا باش كي يجي مسقي مزيان لانا هاد النوع فيها خاصة ان انا موجدينه بالزرع يعني كي بغي تسقي مزيان باش كي يجي بنين يعني تقدروه تسقي و يعني التبصيل وتغطي وتخلي واحد شوية عاد كتتناولوه كي شرب مزيان من بعد غدا هنا كيف كتشوفو عندي اللوز محمر في الفران قشرتو و حمرتو فران درجة دي الحرارة ديال الفران غير 160 باش كي يجي محمر و ما كيجيش ما يتحرق ليكمش وبالنسبة لعداس غدا نقدمو هكذا بوحدو من من شتوش هكذا في الرفيزة باش اللي ما كيبغيش ما يتبرزتش ذاك شيش كان طيب و انا بوحدو باش ما يتخلط لياش مع المرق و ماشي كل شي الناس كي يعجبهم العدس تافي وبالنسبة التقديم تقديم بسيط يعني رفيسة بسيطة وسهلة عائلية تمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها يعني بالنسبة لاخوة لتل بول في الوصفة اتمنى ان شاء الله يعجبكم في فيديو ديال اليوم و الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة